الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعرف على الآليات المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة الطرق السريع على فتن إلى أهمية هذا الموضوع في دعم خطة تطوير وتحديث البنية التحتية في مصر وخلال اجتماع افتراضي مع مسؤولي بنك ستاندرد شارترد أشار مدبولي إلى تبني الدولة المصرية منذ عدة سنوات خطة لزيادة حجم الاستثمارات العامة في العديد من القطاعات وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية وخلال اللقاء عرض مسؤول بنك ستاندرد شارترد ورقة بحثية عن تمويل مشروعات الطرق الداخلية والطرق السريعة في مصر أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدة بينها أنظمة راجمات الصواريخ فائقة الحركة هي مارس وألاف الدخائر والصواريخ بالإضافة إلى زوارق دورية وأضاف كيربي أن دفعة المساعدات الجديدة سترفع مساعدات واشنطن لكياف إلى نحو 6 مليارات و100 مليون دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زغابيش فيلي عزم بلادها على استكمال القطوات اللازمة للحصول على وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن أرجع زعماء الاتحاد قبول طلبها وكانت جورجيا قد تقدمت مع أوكرانيا ومولدوفا بطلب للانضمام إلى الاتحاد بعد أيام على بدء العملية العسكرية الروسية وقالت المفاوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها ستقيم بحلول نهاية العام الحالي مدى التزام جورجيا بعدد من الشروط قبل منحها وضع المرشح قالت وسائل أعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين وسط مخاوف من إجراء بلاده تجربة نووية وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كبار المسؤولون وافقوا خلال الاجتماع على قضية تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية لكنه قال أن ري بيونغ تشول الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد انتخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بجدر القردة حول العالم لأكثر من ثلاثة ألاف ومئتي إصابة وحالة وفاة واحدة وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تاجرس أدنم إن هناك حاجة إلى تكثيف المراقبة لرصد الحالات هذا وأبلغت 48 دولة حتى الآن عن حالات ضمن موجة التفشي الحالية التي بدأت في مايو الماضي أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 16133 إصابة جديدة بفارس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفارس منذ أواخر فبراير الماضي وأشر خبراء إلى أن زيادة تشير إلى أن موجة جديدة لانتشار الفارس تكتاح البلاد هذا وسجلت المكسيك في المتوسط 24 حالة وفاة يوميا خلال الأيام السبع الماضية بحسب بيانات وزارة الصحة نهاية منجزة الثامنة نعود لاستكمال باقي فقراء الصباح آخر يا مصر بعد الفاصل